بعضها أو يمكن أقربها كان اليوم لحال الطلاق ما مر على الزواج أكثر من تسعة أشهر يعني تزواجوا مدة تسعة شهور ووقفين دلوقتي على الطلاق وذهب الأمر إلى المحاكم وإلى القادم طيب المشاكل دي ما كنا نسمع عنها في مجتمعنا المصري اللي في الغالب مجتمع عنده أعراف عنده أصول عنده قواعد عنده ضوابط وهذا الأمر في يعني صعيد مصر وفي ريفها أكثر من مدنها يعني مسألة الالتزام بالأعراف ونجد الآن في الوقت الحالي أن مشكلة الطلاق تفاقمت في كل مكان في الصعيد وفي الريف وفي الحضر وفي المدن وفي كل مكان أصبح الأمر منتشر وفي كل الطبقات الاجتماعية يعني بالله الغني والفقير المهندس والطبيب والمدرس وكل يعني طبقات المجتمع بمختلف انتماءاتها وتخصصاتها أصيبت بهذا الداء الخطير وأصبح قرار الانفصال والابتعاد عن هذا الميثاق الغليظ الذي وصفه الله عز وجل بقوله واجعلنا بينكم ميثاقا غليظا يعني أصبح أمر يسير على الزوج أو الزوجة من السهل جدا أن الزوجة تروح ترفع قضية طلاق وتطلب الخلع من زوجها من السهل جدا أن بعض الآباء للأسف يترك أولاده بدون مصرفات وزوجته بدون رعاية حتى يعني يضغط عليها ويضطرها إلى المحاكم علشان تبريه من حقوقها ترجمة نانسي قنقر